في الموضوع ده ايه ما كنت حداك وزير الشباب الرياضة يعني ساعات كده فكرت في حاجات كتير ملاحقيتش تعتبر اللي عملته انجاز ولا كنت ناوي تعمل اكتر ولا في مشاكل منعت حضرتك من تحيط لا مسألة انجاز انا هسيب الحكم للتاريخ واللي اللي اشتغلوا معايا مسألة كنت اتمنى يعني لو رجع بيا التاريخ كنت اخد نفس القرارات وبالتالي انا اراضي تماما عن الفترة اللي قضتها لان هي كانت فترة في الحقيقة يعني انا بفتخر بيها لان هي جاءت بعد صورتين يعني ده حكومة ما بعد 30 يونيو في الحقيقة ده حكومة يعني تحملت كل المصاعب وانا اكت جزء منها وبالتالي يعني دايما بحس بالفخر ان انا كنت في الحكومة طب راضي عن كل قرارات حدك بما فيهم كمان القرار اللي البعض شافوا انه هو سبب ازمة النادي الاهلي دلوقتي لو رجع بيا التاريخ سأتخذ نفس القرارات بالزبط وفي نفس التوقيت قبل ما بتشوف بقى وعيناك كده على النادي ومحاكم والمجلس يتحل هنعيد تشكيله مرة تانية يعني طبعا دي مشكلة في الحقيقة يعني ما كنت اتمنى ان انا اتحدث فيها انما طالما حضرتك طرحتيها احنا عملنا في الوقت اللي اقيمت في الانتخابات ما يتماشى مع اهداف الثورتين وهو اعطاء الفرص تمكين الشباب تغيير الوجوه تغيير اللوايح اللي جعلت معظم القائمين على الرياضة متمسكين بمقاعدهم لمدة تزيد عن عشرين وخمسة وعشرين سنة هذا الامر مش في النادي الاهلي بس ولكن في عنديها كثيرة جدا وبالتالي اقيمت الانتخابات في ظل مقاومة شديدة جدا من الذين يرفضون الاستقرار انهم بيحبوا دايما يعني موجودين في الكواليس ايفا واقيمت ما يزيد عن خمستاشر انتخاب للاندي الرياضية في نفس شهور اقامة انتخابات الاهلي ولم تحدث مشكلة واحدة ولكن ما حدث من الجهة الادارية مع ادارة النادي الاهلي القديمة هي التي صنعت هذه المشكلة المفتعلة لان مجلس ادارة النادي الاهلي جاء بانتخابات ديمقراطية نزيهة شفافة اشد بيها كل اعضاء النادي الاهلي وكانت الانتخابات واضحة لصالح المهندس محمود طاهر وقائمته باغلبية كاسحة وبالتالي لم تشهد هذه الانتخابات اي شائبة ثم ظهر في المستقبل ان هناك خطأ في الاجراءات مسؤول عنه طرفين الجهة الادارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وادارة النادي القديم هذا ما تم توصيفه حتى في قرار المحكمة وبالتالي ليس طب يا حديدك بتتحمل جزء من المسؤولات؟ لا انا ما كنتش موجود الانتخابات اقيمت 28 ثلاثة وانا تركت الوزارة 25 ثلاثة بس القرار اللي كان مدير شعاب والرياضة بقاهرة انه هو كان برضو لا لا بالعكس هو بعث مدير شعاب والرياضة بعث للنادي الاهلي ولوزيره اكثر من خطاب وبيحذر فيها من ان الاجراءات فيها بعض الخلل ولم يستجب هنا هنا او هنا وبالتالي دي كانت زي بقوله العقبة الحل ايه شايفه ازاي؟ نعم الحل ايه وفيين؟ انا الحل اللي عملته عندما كنت وزيرا مع نادي الصيد نادي الصيد المصري كان تعرض لنفس الاجراء تم حل مجلس المهندس حسين صبور لخطأ اداري خطأ في الاجراءات وبعد خمس دقائق بالزبط خدت قرار استمراره حتى نهاية المدة استمرار تعيين مجلس المهندس حسين صبور بمجلس صدارته بالكامل لحين انتهاء دورته وده نفس القرار اللي خده المهندس خلد عبدالعزيز لا بس مش لنهاية الدورة مش لنهاية دورته لمدة سنة اه 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 اه